قواسم مشتركة لمواقف متكررة تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لطالما كان جابرا للخواطر يستجيب لنداءات شعبه فتنطلق قراراته نحوهم سريعة رحيمة تلتقف عوزهم وتلبي نداءاتهم فقط مسافة السكة هي فقط التوقيطات الزمنية الفاصل بين حاجة الشعب واستجابة الرئيس فثمت رابط مشترك واحد يجمع بين أبطال مواقفه الإنسانية لمساندة ذوي الحاجة والمصلحة فيطمئنهم بمتابعته الدقيقة وتكليفاته العاجلة وتجديداته التي تصب كلها في صالح المواطنين ولأجلهم تأكيد الرئيس على متابعته إجراءات دعم محدود الدخل وموقف من تأثر سلبا بإجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها جاءت بردا وسلاما على قلوب المواطنين فأثلاجت صدور نحو مليوني مواطن ولم تكن تلك إلا نقطة في بحر إجراءاته الرامية إلى مصلحة المواطن وإصلاحته الكبيرة لبلد ترهلت أزماته وتجاهلت أنظمته السابقة عصب مشكلته وتنفيذا للتكلفات العاجلة أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مكاذبها في طلق تظلمات مما نستبعد من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية مؤكدة عودة من لهم أحقية الدعم وهو ما تجلى في عودة نحو مليوني مواطن خلال الفترة من بداية فبراير الماضي وحتى أمس الاثنين الثلاثين من سبتمبر إجراءات ميسرة وعمل دؤوب تقوم به الجهات المنفذة لتكلفات الرئيس لأنها تعلم متابعته الدقيقة لكل تكليف يصدره واستفساره المستمر عن نتائج تلك التكلفات وما يترتب عليها جبر خواطر البسطاء كل ما يزب إليه الرئيس الإنسان فسماته تؤكدها مواقفه وقراراته لصالح الفقراء والبسطاء وما زالت تستمر لتؤكد أن الخير قادم لمصر وأن رئيسها لا يقبل مراقبة معاناة الفقراء في صمت